الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام للأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتابع درسنا في شرح عقيدة الوسطية شيخ الإسلامي ابن تيميا رحمه الله تعالى ولازلنا بارك الله فيكم في الموضع كما ذكره المصنف رحمه الله من الآيات التي فيها إثبات صفات لله سبحانه وتعالى ورحمه الله فيها إثبات واتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الرحمة والمغفرة قول المصنف رحمه الله وقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين ذكر هذه الآيات المصنف رحمه الله سديات رحمه الله سديات رحمه الله ذكر أولها ذكر قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تفسير البسمرة البسمرة مر في أول الكتاب ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته كما في الآيات المذكورة بعدها بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم it was of course explained way in the beginning of the book its explanations in the beginning of the book and the reason the author رحم الله mentioned it here is to affirm the attribute of mercy to Allah سبحانه وتعالى is one of the attributes of Allah سبحانه وتعالى similar also to the ayat that will come after it قال الإمام بن القيم رحمه الله الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم يعني الرحمن صفة تدل على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى والرحيم تدل على تعلقها بالمرحوم لأنها هي الرحمة الواصلة التي تصل إلى من يشاء سبحانه وتعالى من عباده أنه يرحم أنه رحيم بعباده المؤمنين so الرحمن the most merciful is an attribute of course it is one of the attributes of Allah and it is it indicates that it is an attribute of Allah's state of being that he has the attribute of mercy as one of his attributes subhanahu wa ta'ala الرحيم the especially merciful this is it is of course it affirms the attribute of mercy to Allah subhanahu wa ta'ala but it also is connected to the creation because الرحيم is one who gives mercy specifically to those whom he subhanahu wa ta'ala chooses so it is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala that is connected to the creation to those whom Allah subhanahu wa ta'ala gives from that special mercy within his creation كما قال الله subhanahu wa ta'ala وكان بالمؤمنين رحيم as Allah subhanahu wa ta'ala said and he was in the meaning of the ayah and he was merciful towards the believers رحيم ولم يجي قط رحمن به it never came it never came he is rahman he is rahman towards them لأن الأول للوصف الرحمن وصف لله subhanahu wa ta'ala والثاني للفعل رحيم بالمؤمنين يعني يرحم المؤمنين فالثاني رحيم فيه فعل فيه فعل وهو الرحمة الخاصة التي يعطيها الله subhanahu wa ta'ala لمن يشاء من عباده المؤمنين so we find that رحمن you never you never find he is rahman towards them why because rahman is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala that is specific to his state of being subhanahu wa ta'ala for part of his existence and part of his attributes within himself subhanahu wa ta'ala whereas رحيم it has to do with the action giving mercy specifically giving mercy to whomsoever he wills subhanahu wa ta'ala so الرحمن is the most merciful الرحيم the one who gives mercy if you can understand it that way الرحيم is the one who gives mercy that he gives mercy to whomsoever he wills subhanahu wa ta'ala نعم ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هذا طبعا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمن فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فرحمة وعلما هنا طبعا منصبان على التمييز المحول عن الفاعل يعني رحمتك وسعت وسعت رحمتك ووسع علمك كل شيء فهذان تمييزان محولان عن الفاعل وفي هذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى شمول رحمته فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله بالدنيا وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين So after that the author رحمه الله mentioned the statement of Allah سبحانه وتعالى that means Our Lord Your mercy encompasses everything Your mercy and Your knowledge they encompass everything they surround everything and this is of course the statement of the angels those who carry the throne and what is around it they seek Allah's forgiveness to the believers they say رَبَّنَا وَسِعْتَا كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا Oh Allah Your knowledge Your knowledge and Your mercy encompass everything and this is a proof of how wide and large the mercy of Allah سبحانه وتعالى that it surrounds and encompasses everything so there is no believer or disbeliever except that they receive from the mercy of Allah سبحانه وتعالى in this worldly life and of course in the hereafter it is specific for the believers وقوله تعالى وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه رحيم بالمؤمنين يرحمهم في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الله سبحانه وتعالى أيضا الطريق الذي ظل عنه غيرهم هذا لا شك أنه رحمة خاص أنها رحمة خاصة بالمؤمنين وأما رحمته بهم في الآخرة فطبعا أن الله سبحانه وتعالى يؤمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى likewise He said in the meaning of the ayah and He is merciful towards the believers He is رحيم towards the believers He gives His mercy His special mercy to the believers Allah سبحانه وتعالى informs about Himself He gives mercy and He is merciful and He gives mercy to the believers in this worldly life and in the hereafter as for the worldly life Allah سبحانه وتعالى guides them to the truth which many people are misguided from Allah سبحانه وتعالى makes the correct path and the straight path clear to them whereas many people are misguided from the correct path and the path of the truth so this is in this worldly life and in the hereafter Allah سبحانه وتعالى saves them from the great fear also allows them to enter the paradise وطبعا هنا ينبغي التنبخ إلى أشياء أن هؤلاء المؤمنين الذين اهتدوا الذين يهديهم الله إنما هو بسبب سعيهم للحصول يعني لهم لهم سعي يسعون يسعون لتحصيل هذه الهدى قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهم اهتدوا يعني سعوا في هداية أنفسهم فالله سبحانه وتعالى زادهم هدى وبالمقابل الذين ضلوا قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لما زاغوا هم زاغوا فالله سبحانه وتعالى أزاغ قلوبهم Of course we should know and understand that Allah سبحانه وتعالى gives the guidance to those who seek his guidance who try to be upon the guidance Allah سبحانه وتعالى rewards them by way of allowing them to steadfast upon the guidance as Allah سبحانه وتعالى so they take the means they take the means of receiving the guidance Allah سبحانه وتعالى said in the meaning of the ayah those who are guided he increases them in guidance and he gives them their piety and similarly those who are misguided they misguide themselves and Allah سبحانه وتعالى makes them go further away Allah سبحانه وتعالى makes them deviate and go further away as Allah سبحانه وتعالى said in the meaning of the ayah when they deviated Allah made their hearts deviate and go further away and so the guidance is from Allah سبحانه وتعالى and the person should ask Allah سبحانه وتعالى to guide him and should try to seek the guidance from Allah سبحانه وتعالى وننبه إلى مسألة أن اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن اسم يختص بالله سبحانه وتعالى فلا يوصف أحد غيره سبحانه وتعالى بأنه رحمن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى وأما الرحيم فيجوز أن يوصف المخلوق بأنه رحيم فلا بأس أن تقول فلان رحيم يعني رحيم بالمخلوقات كما يعني قال الله سبحانه وتعالى ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء ولهذا وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فالله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحيم فهذه من الصفات التي يجوز فيها الاشتراك طبعا مع ليس الاشتراك في الأسماء يعني لا يقتضي المماثلة في الكيفية فالله سبحانه وتعالى رحيم برحمة تختص به والمخلوق رحيم وعنده صفة رحمة تختص به ومثله مثلا عزيز يجوز أن تقول فلان عزيز الله سبحانه وتعالى هو العزيز ولكن الله سبحانه وتعالى ليست عزة الله كعزة المخلوق حاشا وكلا ليس كمثه شيء وهو السميع البصير So few things to point out one point to conclude with is that الله سبحانه وتعالى his name is الرحيم he's the most merciful first of all الرحمن الرحمن is a name that is specific to الله سبحانه وتعالى none of the creation of Allah سبحانه وتعالى can be described with this description الرحمن this is an attribute a name and an attribute of Allah سبحانه وتعالى alone whereas رحيم رحيم is one of the names of Allah سبحانه وتعالى and from the creation it is okay to describe one of the creation with being رحيم such as Allah سبحانه وتعالى described the messenger صلى الله عليه وسلم by saying لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ عَرْحَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ He is merciful and he is kind towards the believers Allah سبحانه وتعالى described the messenger صلى الله عليه وسلم the word that is used بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ رحيم is one of the descriptions and one of the names that can be given to the creation of course we should always understand even if the name of the attribute or the description is one of the attributes of Allah سبحانه وتعالى or one of the names of Allah سبحانه وتعالى that any of the creation is described with the same attribute it does not mean the attribute of the creation is like the attribute of the creator the difference between the attributes of the creation and the attributes of the creator is just like the difference between the creation and the creator سبحانه وتعالى so we should know that Allah سبحانه وتعالى is رحيم in a way that befits him and some of the creation those who are described being رحيم that they are merciful or they give mercy that they are merciful in a way that befits them that befits the creation ونكتفي بهذا المقدار وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى آله وأصحابه أجمعين